ومعنا هنا في السوديو أزميل محمد برويس أهلا محمد من جديد أهلا بكلينا أهلا بي أستاذ المشاهدين أيضا محمد هذه الانتخابات التي تتجه الآن نحو نهايتها يظهر جلية أن مرشح المعارضة قد فاز بهذه الاستحقاقات التي تدل على مسار ديمقراطي متين لدى هذه الدولة الشقيقة إذن بالفعل في الواقع من خلال أيضا المؤشرات الآن التي بدأت تتضح وتتكشف تبعا يبدو أن السنغال تتجه إلى أن تتجاوز المحطة الانتخابية الرئاسية وهي في الواقع هاجس كان ديمقراطي أساسي جدا بالنسبة للسنغال وأيضا للمنطقة برمتها تتجه السنغال إلى تجاوز هذه المحطة بسلاسة بأن تشكل إضافة أيضا إلى مسارها الديمقراطي وقد شاهدنا أنه بعد كل التوترات التي شهدتها البلاد بعد الثالث من فبراير بعد كل ذلك الحوار المؤسساتي الجميل الذي كان بين البرلمان بين مؤسسة الرئاسة بين المجلس الدستوري فيما يتعلق بإعادة تثبيت الأجندة الانتخابية بعد المساعي التي كانت بداية تم إطلاقها من أجل تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عشرة أشهر وقع الالتزام بالمخرجات التي جاءت من المجلس الدستوري وشاهدنا أنه هناك رئيس سينغالي يلتزم بما أقره المجلس الدستوري والالتزام بأجندة انتخابية يتم إنجازها قبل ما تم الولاية الحالية للرئيس ماكيسان وكان هذا في حد ذاته تحدي كبير جدا من حيث أعملية تنظيم انتخابات رئاسية على مستوى عموم البلاد وحسن تنظيمها وتشاهدنا بالأمس طبعا أنه كانت هناك مشاركة معتبرة نسبة مشاركة معتبرة وشاهدنا أيضا أنه كانت مجريات اليوم الانتخابي في عموم البلاد كانت محط لنقول استحسان من لدن كل المرشحين وهذه انتخابات في الواقع اللافت في الانتباه فيها أنه كانت تشهد تعددية كبيرة جدا من حيث المرشحين الذين تقدموا إليها نتحدث عن نحو 18 مرشحا تنافسوا من أجل المرور إلى دور ثاني يبدو أن الأمور تسير في اتجاه مخالف للتوقعات التي كانت أغلب المحللين يرجحونها هناك أيضا خصوصية لافتة جدا للانتباه في هذه الاستحقاقات وهي أنه هذه لعلها الانتخابات الرئاسية الوحيدة التي لا يتقدم فيها الرئيس الذي تنتهي ولايته طبعا إلى ولاية جديدة وبالتالي فسلاسة هذا اليوم الانتخابي سلاسة المخرجات أيضا ولنقول مواقف البناء التي عبر عنها العديد من المرشحين لهذه الرئاسية الذين بادروا منذ ليلة أمس بالاتصال بمرشح المعارضة بصيروديو مايفاي من أجل طبعا تهنئته ونتابع في الدقائق التي سبقت الآن إعلانكم أنه مرشح نقول الجناح الرئاسي والجناح الحاكم أمدوبا تقدم أيضا بتهانئه لمرشح المعارضة وبالتالي نحن إذا تمرين ناجز تمرين ناجح من الناحية الديمقراطية بحكم أنه لم تعلن أي طعون وهذا في الواقع كان لربما تقليد سيء يوجد في عدد من التجارب الإفريقية في المناسبات الانتخابية بتكررها لم تكن هناك طعون لم تكن هناك انسحابات كانت هناك تهاني لمرشح المعارضة نسبة مشاركة جيدة كانت أيضا نسبة المشاركة الجيدة التي فاقت طبعا 50% طبعا هذا يرجح محللون أنه يرجع بالضرورة أيضا وبشكل ملموس إلى فترة الافتقطاب الحاد التي شهدها المجتمع السنغالي في الفترة التي سبقت هذه الانتخابات الرئاسية لسيما شهر فبراير الذي كان شهر التوترات بين المعارضة بين الأغلبية في الفترة التي كانت طبعا فيها المواقف تتفاعل بين الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة بين جناح الرئاسة أيضا البرلمان والمجلس الدستوري وبالتالي كانت هناك لحظة من لحظات التعبئة داخل المجتمع السنغالي التي جعلت أن الأنظار كلها تبقى مشدودة إلى هذه الانتخابات الرئاسية نهيك طبعا عن أن السنغال يتمتع على غير العادة على غير الموجود في المنطقة بتقاليد ديمقراطية وبالتالي فالانتخابات الرئاسية هي بالضرورة محطات للتغيير محطات اهتمام هناك طبعا فئة واسعة من الشباب الذين هم مرتبطون بالانترنت نشطة في الانترنت لهم اهتمام لهم يقضى لهم متابعة أيضا لما يجري في الساحة السنغالية وبالتالي هذا كله أثمر أن هناك مشاركة وهناك اهتمام وهناك يقضى تجاه المشهد السياسي في السنغالية